موسيقى موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة والذي سنصلط الضوء فيه على أبرز ما ركزت عليه الصحافة اليمنية والعربية الصادرة هذا اليوم بداية من الصحافة اليمنية ومن المواقع الإلكترونية البداية من موقع التغيير نت جاء في هذا الموقع الأحمر وقائد عمليات قوات التحالف يبحثان ترتيبات عسكرية في محافظة مأرب وفي تطورات عدن مقتلوا ثلاثة أشخاص أثناء تفخيخ دراجة نارية في منزل بدار سعد بعدن ونقل الموقع عن عبد العزيز المفلحي مستشار رئيس هذه أسبانيا عرضت استضافات المشاورات اليمنية والظروف الميدانية تغيرت ومن عنوين الموقع إلى تفاصيل خبر تسليم المقاومة الشعبية بتاعز طفلاً أسيراً لوالدته ويقول الموقع سلمت فصائل المقاومة الشعبية في محافظة تاعز ثالث كبرى المدن اليمنية طفلاً كان يقاتل بصفوف الميليشيا الإنقلابية في تاعز إلى والدته وأضاف الموقع وكان الطفل أحمد منصور الفقيه الذي تم تسليمه صباح أمس إلى والدته في مدينة تاعز قد ألقي القبض عليه أثناء مشاركته في القتال مع ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع الصالح في الجبهة الغربية لمدينة تاعز وذكر الموقع أن وسائل إعلام التابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح كانت قد ذكرت في وسائلها الإعلامية أن المقاومة قد قتلت الطفل في تاعز وذلك في محاولة منها لتشويه صورة فصائل المقاومة الشعبية والجيش الوطني في تاعز نتحول إلى موقع يمن مونيتور والذي نقل عن المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري حيث قال قال العمليات العسكرية في اليمن أوشكت على الانتهاء وفي الشأن السياسي مباحثات بين الرئيس اليمني وملك البحرين في المنامة أما في المجال الإغاثي اتلاف الإغاثة يدشن توزيع 20 ألف سلة غذائية في تاعز وفي تفاصيل ركز الموقع على مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وبحث التطورات مع مسؤولين قطريين يقول الموقع بحث وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجي القطري المبعوث الأممي حيث تم استعراض الأوضاع الإنسانية في اليمن وأضافت الوكالة القطرية أنه تم خلال اللقاء كذلك بحث الجهود المفدولة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والسئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية الانتخابات الإيرانية الثابت والمتحول تحت هذا العنوان نشر موقع يمن مونيتور مقال للكاتب عدنان هاشم عن تداعيات الانتخابات الإيرانية الأخيرة ويقول الكاتب انتهت هذه الجولة من الانتخابات الإيرانية وتار جدل بين الدوائر السياسية والمحللين سواء كانوا عربا أو أجانب بشأن الثابت والمتحول في السياسة الإيرانية الداخلية والخارجية يجادل البعض بأن فوز المعتدلين في مجلس الخبراء والبرلمان سيجعل إيران أكثر اعتدالا وستعدل كثيرا في سياستها تجاه الحريات في البلاد وتوقف تدخلاتها الميليشاوية في الدول العربية ويطلبون من معارضيهم أولئك المحللين الذين يرون أنه لا تغير في سياسة إيران القادمة بدعم حسن روحاني وهاشمي رفسنجاني ليكونوا هبة الله القادمة من أجل الديمقراطية والعيش المشترك بين شعوب الجوار وقبل أن تكون هناك انتخابات تم بث نقاشات صحية وقوية بين الإيرانيين داخل وخارج وطنهم هل يصوتون في هذه الانتخابات المزورة بالفعل أم لا وهذه مسألة أكثر أهمية بكثير من تنائية المتشددين والإصلاحيين كما يقول حميد دباشي المعارض الإيراني وأساد الدراسات الإيرانية في جامعة كمبوديا في مقال له بموقع الجزيرة الناطق بالإنجليزية وفي ظل تزوير الانتخابات الرئاسية في يونيو عام 2009 التي أدت إلى ظهور الحركة الخضراء في إيران أثارت هذه المسألة المحيرة قضية بالغة الأهمية في ملحمة التقافة السياسية الإيرانية في ظل سعيها للتخلص من حكم رجال الدين المتواطئين الذين أرادوا إساءة استخدام أي انتخابات للمطالبة بشرعية مشكوك فيها وإثبات أن الحركة الخضراء كانت مؤامرة أجنبية من أخبار موقع نيوز يمن والذي تابع التطورات السياسية جاء في هذا الموقع هادي من البحرين يواصل اتهاماته لجماعة الحوثي بتهديد دول الإقليم خدمة لقوى خارجية في التطورات العسكرية في مدينة تعز خسائر فادحة تتكبدها جماعة الحوثي في تعز وفي البيضاء استمرار الاشتباكات بين الحوثيين والمقاومة الشعبية في مناطق عدة بمدرية ذي ناعم ركز الموقع على الأعمال الإغاثية وانطلاق برنامج الغذاء العالمي لتوزيع القسائم الغذائية في صنعاء بدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع القسائم الغذائية في اليمن لمساعدة نحو 120 ألف شخص في مدينة صنعاء كما يخطط للوصول إلى مليون شخص في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية العام الحالي وذكر بيان صحفي صادر عن البرنامج أن نظام القسائم الغذائية سيسرع من عملية تسليم المساعدات الغذائية في اليمن وسيتيح لبرنامج الأغذية العالمي قدرة الوصول بشكل أسرع للمستضعفين من خلال متاجر التجزئة المحلية وأضاف البيان أن تلك المتاجر ستوفر السلع الغذائية للأسر مقابل قسائم البرنامج وسيسم هذا الشكل الجديد من أشكال المساعدة في إنعاش الأنشطة التجارية والأسواق في اليمن كما تقدم كل قسيمة للأسرة المكونة من ست أفراد حصة شهرية من مواد منها حبوب القمح والبقوليات وذكرت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في اليمن بانوريما كاشياب أن القسائم الغذائية تضمن توفير المساعدات بشكل سريع ومنتظم في جميع أنحاء اليمن للأسر التي تعتمد بشكل شفه كامل على المساعدات الخارجية لتأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية وأضافة أن القسائم تدعم أيضا الاقتصاد المحلي وأن البرنامج يعمل مع الموردين المحليين لتوفير الغذاء لمن يحتاجون إليه نذهب إلى موقع صحوانيت ونستعرض أبرز الأخبار والعناوين الواردة في هذا الموقع الرئيس يشيد بدعم البحرين ومالكها ويجدد وقفه مع اليمن حكومة وشعبا نقل الموقع عن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق علي محسن الأحمر خلال زيارته لمأرب مستمرون في عملياتنا حتى استعادة الدولة نذهب إلى تفاصيل تخرج دفعة 155 جنديا من دورة تخصص سلاح الدروع يقول الموقع شهد محافظ الضالع فضل الجعدي تخرج 155 جنديا من كتيبة الشهيد بركان الشاعري في دورة تخصص سلاح الدروع وأكد المحافظ فضل الجعدي على أهمية القيام بمثل هذه الدورات التي تأتي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد التي تهدف إلى تأهيل الشباب من أبناء المحافظة عمليا في مختلف التخصصات كما دعا قائد اللواء 33 مدرع علي مقبل قائد دعا جميع أبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا مما سيفضي إلى استثباب الأمن والاستقرار في المحافظة وأضاف الموقع في تفاصيل الخبر وتلقى أفراد الكتيبة على مدى ثلاثة أشهر معارفة نظرية وتطبيقية في المهارات القتالية على سلاح الدروع والذي قام بتنفيذها كادر متخصص من أبناء المحافظة الذين يبدلون جهدا كبيرا لإنجاح هذه الدورة نستعرض في موقع المصدر أونلاين أهم ما جاء في صفحة رئيسية الحوثيون يختطفون مدنيين في شبوى ومدفعية الجيش تقصف مواقع في عسيلان وبيحان أما إلى محافظة أب المقاومة الشعبية تسيطر على مواقع جديدة بحزم العدين بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيا إلى الحدود اليمنية السعودية يقول الموقع الحوثيون يقصفون منطقة الطوالة السعودية الحدودية مع اليمن بعدة قذائف وتم الموقع أيضا بخبر موكب الحوثيين القادم من الجوف إلى صعدة وترجيحات انسحاب من المحافظة ويقول الموقع قال شهود عيان أن نحو عشرين عربة للمسلحين الحوثيين وصلت إلى معقلهم في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن قادمة من محافظة الجوف المجاورة لصعدة وذكر الشهود للمصدر أونلاين أو أن العربات شهدت تمروا عبر طريق فرعي في مديرية الحشوة وحتى اللحظة لم يعرف تفاصيل أكثر عن الموكب المسلح الذي عاد من الجوف فيما رجح الشهود أن الحوثيين ينسحبون من محافظة الجوف حتى لا تواجه تعز أو لا تواجه تعز مآلات عدن تحت هذا العنوان كتب باسم الشعبي مقالم في موقع المصدر أونلاين تطرق فيه إلى مخاوف تكرار سيناريوهات عدن في تعز ويقول الكاتب أعتقد أنه من اللازم في تعز ونحن نقترب من نصر مؤذر تسليم كافة مرافق ومؤسسات الدولة للجيش الوطني والبدء بتدويب عناصر المقاومة في مؤسستي الجيش والأمن العام التي يفترض أن تدعم الآن بشكل كبير من قبل قيادة الدولة والتحالف العربي وإذا اقتضت الضرورة نقترح تشكيل لجان مدنية وأمنية لحماية الأحياء السكنية والمؤسسات العامة والخاصة يكون أفرادها من داخل الجيش والمقاومة الوطنية ترك تعز تواجه مصير عدن سيكون بمثابة فشل إضافي للشرعية والتحالف في تأمين المدن المحررة وبالتالي سيصبح الانتصال العسكري مهزوزا وغير مكتمل في عدن حذر الشباب منذ وقت مبكر الشرعية والتحالف من تسليم الدعم والعتاد العسكري للجماعات المسلحة بحجة أنها مقاومة وترك الجيش الوطني في حالة المتسول لدى هذه الجماعات طلبا للسلاح والمال بينما كان المفترض تسليم الدعم للجيش الوطني رأسا على أن تأخذ المقاومة المسلحة السلاحة منه حتى تتحدد بشكل واضح تبعية الجماعات المقاومة وتتوفر قاعدة بيانات معلومات مهمة تسهل تعامل معها قبل التحرير وبعده هذا تصرف الخاطئ أنتج المشكلات التي واجهتها عدا بعد التحرير ودفعت المدينة وسكانها ثمنا كبيرا وما تزال ونخشى أن يتكرر هذا السيناريو في تعز لنجد أنفسنا أمام مدينتين مهمتين تتخلصان من قبضة الميليشيا لتسقطا في قبضة العنف والفوضى المضادة وهدف الحقيقة يخدم تجار الحروب ويؤخر انتقال البلاد إلى التحول المنشود وتحقيق الأمن والاستقرار ويبقينا رهنا للماضي إذن المشاهدين نختتم جولتنا في الصحافة اليمنية الإلكترونية من موقع الموقع والذي عنونا في تقرير له عن تأثير قرار سحب القوات الروسية من سوريا على اليمن يقول الموقع أهلنا الرئيس الروسي بلادمير بوتين عن انسحاب قواته من سوريا وذلك بعد نجاح مهمتها هناك واعتبر محللون بأن انسحاب سوريا لم يحدث إلا للضغط على النظام السوري التوصل إلى حل للأزمة السورية يضيف الموقع بقدر ما كان قرار سحب القوات الروسية مفاجئا وغير واضح المعالم خصوصا مع رفض الكارملين التعليق على إمكانية التدخل الثانية فإنه يؤثر بشكل كبير على الوضع في المنطقة وسيعقبه قرارات دولية كثيرة قد تفضي إلى التمكين السياسي للحوثيين وفق رؤية البعض وبات من المؤكد بأن خارطة المشهد السوري ستتغير لكن هل سيكون لما حدث في روسيا أي أثر على اليمن أشار الموقع في سياق التحليل الإعلامي الذي أدل به ودي عطا والذي قال للموقع سيكون لعنصر المفاجأة في الموقف الروسي أثر سلبي في المعنويات المتدهورة لدى مقاتلية المحور الإنقلابي خصوصا أنه يأتي على إثر انكسارات سابقة أهمها دحرهم من غرب تعز وهرورت قياداتهم الحوثية لإبرام اتفاق سلام جزئي غير معلن مع الجانب السعودي انعكس أيضا في تراجع أدائهم الإعلامي فلم تعد نشراتهم تتحدث عن الفتوحات الوهمية في الحدود ويرى الباحث في الشؤون الإيرانية عدنان هاشم أنه لم تظهر بعد الدوافع الروسية للانسحاب من سوريا لكن مهما كان نوع هذا الانسحاب فهو يعني انسحاب الروس من أزمات الشرق الأوسط وسينسحب ذلك على خيبة الآمال التي تعصف بصالح الذي يظهر كخائف مع بدء إيجاد مقاربات بين الحوثيين والسعودية وأوضح الباحث هاشم أن ذلك سينعكس أيضا على حالة الضغط المستمرة من قبل الروس في مجلس الأمن حول ضرورة إيقاف الأعمال العسكرية في اليمن بدواع إنسانية بحكم أن المحرك الرئيسي في تلك الضغوطات كان التواجد الروسي في سوريا وعلاقته بدعوات تحرك السعودية التركي لإسقاط نظام الأسد انفجار يكشف علاقة الرئيس المخلوع بأعمال العنف في مدينة عدن تقول الصحيفة كشف تفجير انتحاري وقع أمس في مدينة عدن أو دالي مقتل ثلاث أشخاص علاقة الرئيس المخلوع علي صالح بأعمال العنف التي تشهدها المدينة منذ تحريرها في غصص الماضي وبحسب شهود عيان في منطقة دار سعد فإن مجموعة إرهابية كانت تجهز دراجة نارية في أحد المنازل لقيادي موالي للرئيس المخلوع في عدن وأثناء تجهيزها انفجرت وخلفت قتلى وجرح قال مصدر في إدارة أمن عدن إن واقعة الدراجة النارية المفخخة التي تم التجهيزها بمنزل رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة اليمنية علي الكردي كشفت هوية الجهات المتورطة في العمليات الانتحارية بمدينة عدن وأضاف المصدر أن إدارة الأمن تلقت معلومات تفيد بأن الانفجار الذي وقع بمنزل الكردي وقع خلال عملية تجهيز انتحاريين ودراجات مفخخة وأوضح أن هذا الانفجار يثبت بما لا يدعو مجالا للشك بأن أطرافا تابعة لنظام صالح تقف خلف عمليات التفجير بعدا مؤخرا مشيرا إلى أن سلطات الأمن باشرة التحقيق في هذه الواقعة وتفيد البيان في التفاصيل وأصلت الأجهزة الأمنية في عدن انتشارها لتأمين كل مناطق مديرية المنصورة حيث نفذت حملة مداهمات لعدد من المباني والمرافق الحكومية التي كانت تسيطر عليها الجماعات المسلحة وقامت بنقل متفجرات وعبوات ناسفة عثر عليها في هذه المباني إلى أماكن آمنة نتحول إلى صحيفة الخليج والتي عنونت في أحد موضوعاتها تصاعد توجسات الحوثيين بصنعاء وانقسام في الأوساط القيادية للجماعة تقول الصحيفة تشهد العاصمة اليمنية صنعاء مظاهر استنفار وتحفز غير مسبوقين في صفوف ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بالتزامن مع اقتراب قوات الجيش الوطني والمقاومة من منطقة نقيل غيلان تضيف الصحيفة عزز الحوثيون من انتشار مسلحهم في العديد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة صنعاء بالترافق مع استحداث المزيد من الحواجز ونقاط التفتيش على امتداد الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بمحافظات مجاورة كذمار وعمران كما لجأ الحوثيون إلى فرض تدابير أمنية وعسكرية مشددة على المنافذ الحدودية التي تربط العاصمة صنعاء بمحافظة عمران والمجاورة ومفرق صباحة الذي تتفرع منه الطرق الرئيسية إلى الحديدة في إجراءات ترافقت مع صدور توجيهات من قيادة الجماعة للقيادة المقربة من زعيم الجماعة بمغادرة العاصمة إلى مناطق قبلية مجاورة وبخاصة منطقة بني حشيش التي تعد المنطقة القبلية الوحيدة في محيط صنعاء التي يمتلك الحوثيون فيها حاضنة شعبية محدودة وعالمة الخليج بأن انقساما حادا طرأ في صفوف قيادة جماعة الحوثي جراء إفاد جماعة الحوثي ممثلين إلى السعودية وتتشينها عملية تهدئة قسرية على الحدود وهو ما قبل بسخط من قبل العديد من قيادات الجماعة الذين اعتبروا أن ذلك يمثل اعترافا بالهزيمة العسكرية صالح الذي ظن نفسه بطلا تحت هذا العنوان كتبت إلهام الحدابي مقالها في العربية الجديد عن التناقضات الذي حكم بها المخلوع صالح البلاد وتقول الكاتب ركز صالح ثلاثة عقد على حكم الأبدي الذي سيجعله عظيما في مصاف الرؤساء الخالدين أو مولك اليمن القدماء الذين ظنوا بثقافتهم أنهم آلهة فعل صالح ذلك أيضا لكن ظنه كان سهوا أمام حشود المصلين والعلماء الذين رفع أمامه المصحفة في بداية 2011 حتى هم أيضا ظنوا ذلك سهوا حملت العاصمة صنعاء في اليوم نفسه مكياجها القديم وعلقت صور علي صالح بحلته الصالحة وهو يحمل المصحفة بيمينه فيما كانت قوات مكافحة الشعب وبعض المرتزقة يعدون العد لمجزرتي جمعة الكرامة لم يتمكن اليمني ببساطته من إجراء مقارنة بين الرئيس فارس العرب الزعيم وذلك العسكري الذي يسكن في جسد صالح منذ كان يقود دراجته الهوائية بين طريق تعز الحديدة وهو يوصل الرسائل بين المعسكرات لكن عوضا عن ذلك كرس نفسه ليمحو تلك الصورة وحسب ونسي أن التاريخ لا ينسى على مدار ثلاثة عقود انشغل فيها صالح ببناء سمعته جديدة وبناء عرشه الذي لا يهوي كانت هناك دول تنهض من سباتها الشتوي وتتحول إلى نمور آسيوية في هذه العقود الثلاثة التي كان ينظر فيها الشعب اليمني إلى سائق الدراجات وهو يسرق أحلامهم ويعلبها في ذخيرة الجيش حتى يهددهم إذا ما قرروا العودة إلى زمن الحلم لم يتخيل البطل الأسطوري أن يسقط القناعه فجأة بدل كل أسباب السحر والإيمان ليحافظ على عرشه لكنه سقط يقول الناس في الأزقة إنه سقط لم يكن وحده المندهش من تلك الحقيقة الفاقعة صحيفة الاتحاد تابعت العديد من التطورات في المشهد اليمني وعلقت تدمير ترسانة المتمردين في تعز والشرعية على أبواب القصر وتنقل الصحيفة عن العقيد عبدالعزيز المجيدي المسؤول في غرفة عمليات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز قوله إن الضربات الجوية دمرت ترسانة كبيرة للعدو وسمحت بتقدم قوات الجيش والمقاومة في جميع جبهات القتال المحتدمة في تعز منذ الخميس الماضي وذكر أن قوات الشرعية باتت على بعد مترات فقط من بوابة القصر الجمهوري الذي يسيطر عليه المتمردون شرق تعز وكشف المجيدي عن خطة عسكرية للجيش لقطع الطريق الرئيس الذي يربط بين تعز والحديدة في خطوة تهدف لقطع إمدادات الميليشيا وذكر أن هناك خشود عسكرية وشعبية في طريقها إلى منطقة مفرق المخى في تكتيك عسكري يهدف أيضا لفصل جبهة الوازعية عن جبهة المخى غرب المحافظة ذكر مزر محلي أيضا للاتحاد أن الميليشيا قصفت بصواريخ الكاتيوشا مبنى السلطة المحلية في منطقة الشقيراء مركز الوازعية ما أسفر عن إصابة سبعة عشر مدنيا بينهم نساء وأطفال وقال إن تعززات عسكرية من قوات الجيش والمقاومة وصلت صباحا إلى البلدة لدحر الميليشيا والتقدم صوب منطقة البرح في المنطقة في بلدة موزع المجاورة الواقعة على الطريق بين تعز والحديدة نتحول إلى صحيفة العربية الجديد والتي تابعت الشأن الاقتصادي وعنوانات تقول الصحيفة اليمن مخاطر مالية بعد توقف المصارف الأجنبية التعامل مع مؤسسته وتقول الصحيفة أدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي حيث أوقفت جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج والتعامل المالي واكتفت بالتعامل مع المصرف المركزي ومصرف حكومي وأكدت مصادر مصرفية للعربية الجديد أن المصارف الخارجية المراسلة أخترت مصارف اليمن بإيقاف تعاملاتها فيما يتعلق بعمليات الصادر والوارد والتحويلات وكافة التعاملات المصرفية وبحسب المصادر فإن المصارف المراسلة سوف تقتصر تعاملاتها المصرفية على المصرف المركزي اليمني ومقره صنعاء والمصرف الأهلي الحكومي ومقره في عدن وتشرح الصحيفة والمصارف المراسلة هي شبكة من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التي يستخدمها أو يتعامل معها المصرف المحلي لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية والاعتمادات المستندية لصالح عملائهم المحليين وأنشطة المصرف الاستثماراتية الدولية وبحسب محللين نتج عن الاضطرابات التي تشهدها اليمن والانهيار المالي وتهاوي الاحتياطية النقدية الخارجي نتج اهتزاز الثقة بالحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي من الناحية الاقتصادية وتدني تصنيفها الانتمائي الأمر الذي أدى إلى صعوبات تواجه المصارف اليمنية في التعامل مع المصارف المراسلة وهيئات التصنيف الدولية مضرمون النار والانطفائيون من الذي يشعل نيران الطائفية في الشرق الأوسط تحت هذا العنوان كتب الأمريكي توماس بريدمان مقاله المعروف وتعيد صحيفة الغد الأردنية نشره رغم مرور وقت طويل على كتابته إلى أنه ما زال ماثلاً أمام أحداث الشرق الأوسط وقال بريدمان ما هو العراك الحقيقي الجاري في الشرق الأوسط راهناً هل هو مجرد اقتتال طائفي وقومي أم أنه شيء أعمق من ذلك كنت أبحث هذا السؤال المحوري مع نادر موسى فيزادة المسؤول الرفيع السابق في الأمم المتحدة وقد عرض موسى فيزادة إطاراً آخراً لأحداث الشرق الأوسط فقال إن الصراع الحقيقي في المنطقة يجري بين الذين يضرمون عن عمد وبين الإطفائيين ثمت الكثير من الحقيقة في ذلك فالنيران الطائفية والقومية التي ترونها تضطرم من حول الشرق الأوسط ليست طبيعية ولا حتمية على النحو الذي ربما تعتقدونه يقول موسى فيزادة هذه أعمال إضرام نار مقصودة والتي يقوم بإشعالها قادة مختلفون من أجل تحقيق أهدافهم السياسية والاقتصادية والأمنية الضيقة وقصيرة النظر ويحذر من أن هناك في الغرب مزيج من الإجهاد والإيمان بالحتمية القدرية والذي يهدد بخلق سرد عن نزاع سني شيعي غير قابل للإيقاف وهذا الأمر زائف تاريخيا ويعفي قادة المنطقة من تحمل مسؤولياتهم عن ممارسة السلطة بطريقة شرعية وموثوقة وضف موسى فيزادة أن الإنقسامات الطائفية حقيقية بالتأكيد لكنه ليس حتمياً أن تقع المنطقة في مواجهة طائفية والأمر يتطلب من المحرقين عن عمد جعلت تلك النيران الطائفية تتقد وما لم يشعلوها ويذكو نارها ويزودوها بالوقود فإنها كانت ستنطفئ في الغالب الأعم إذن مشاهدين ختاماً مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نختم بها حلقتنا لهذا اليوم وإلى الملتقى في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة